كريستيل بونجور بونجور مثل ما قلنا الموضوع هو الكورتزون بداية نحن نعرف المشاهدين شو هي مادة الكورتزون وشو الا على جسم الإنسان وعلى الصحة بشكل عام وقد في عنا ضرورات ما في مهرب مننا بدنا كورتزون لناخد علاج سريع صح الكورتزون هو دواء ناخده لعلاج عديد من الأمراض في عندك أمراض جلدية الألرجيز يعني عنا رينجي كتير كبير من الأمراض بيضطر مرات الحكيم يعطي الكورتزون للمريض ولكن شو دخل الكورتزون بالدايتشون وليش عم نحكي عن هذا الموضوع لأنه للأسف الكورتزون عنده كتير عوارد جانبية نحن قادرين من خلال الدايت طبعنا على القليلة نتجنب أو نخفف هيدول السايد إفاكس بيكونوا موجودين نحن بجسمنا بيفروس كورتزون ولكن خلقه أدوية اللي هي الكورتزون اللي بيخذها الأشخاص تحت حتى يخففوا أمراض معينة بيعانوا منها يعني أول شغلة بيقلوها للمريض اللي عم بيخذها في كورتزون أنه تجنب الملح ليه؟ أول شي الكورتزون هو واحد من السايد إفاكتس أو العوارد اللي معقول يصير عند الشخص هو احتباس بالماء أو ووتر ريتانشن من هون مرات مننصح أنه نخفف الملح عند الشخص هلأ لازم نعرف أنه ما في كتير ستاديز عن جد محطوتين وبأكدوا أنه مثلا هيدا هو الدايت المناسب لهيدا النوع من العلاج ليه؟ لأنه رح نلاحظ أنه العوارد كتير مختلفة مش بس عنا ووتر ريتانشن عنا عدة أنمع أخرى من العوارد هيدول العوارد بيختلفوا من شخص للتاني والحدية طب عدتها كمان رح تختلف من شخص للتاني يعني في شخص رح سين عنده ووتر ريتانشن شخص تاني رح سين عنده زيادة وزن إلى آخرها بالتالي لما يكون في عنا ووتر ريتانشن هو ننصح الشخص يخفف الملح ولكن مش قبل ما يعني قبل ما يبلش الدواء أو هو شأنه عم يبلش الدواء يبلش يخفف الملح مش من بعد ما يصير عنده ووتر ريتانشن ونيكي بتطلع الصرخة أنه أخدت عشرة كيلو من الماء شو لازم أعمل هيدا فيما يختص يعني بالمي بالجسم كمان في عنا وزن زايد بصير نتيجة الكورتزان وبيفتع الشهية ما بعرف يعني شو العامل شو الفكتور اللي بيخلي الإنسان تفتح الشهية وإذا ما قدر عمل كونترول يعني بتطلع الصرخة بس يخلص العلاج ساح للأسف أنه في كتير أشخاص بياخدوا مثلا عشرة كيلو بيجوا بيجوا عند الدايتشن بنا نعمل دايت أنا أخد كورتزان وأخدت عشرة كيلو حتى ما يصير هيدا الشيء دايما لازم نسأل شو نوع الدول عم ناخده مرات الشخص ما بيعرف أنه هو عم ياخد كورتزان يعني ما بيعرف شو هي هالموليكول وما بيعرف أنه معقول تسبب زيادة الوزن فأولا لازم ننتبه أنه نحن عم ناخد كورتزان لازم ننتبه عداية تابعنا ليه؟ هذا الكورتزان فيه يسبب زيادة الوزن خاصة عند الأشخاص الأورادي عندهم زيادة وزن يعني إذا بدك مشكلتهم رح تتفاقم مع هيدا النوع من العلاج وللأسف بيصير فيه تكديس للدهون بالمنطقة العلوية يعني عن جد رح تلاحظ تحول جزري بشكله للشخص بيصير يكديس هالدهون بالوجه بالرقبة بالكتفاد بالصدر بالبطن بيصير عنده مثلا وجه من سميم منفيس مثل الأمر قد ما بيكون نصيح الشخص فبتحس تحول من وراء هيدا الكورتزان اللي عم يناخد أكيد حسب الدوز كلمة الدوز بتكبر كلمة زيادة الوزن رح تكون واضحة أكتر عند الشخص ابتداء تقريبا من 10 ميلي جرام وفي شغلة كتير مهم نعرفها أنه في فرق بين الكورتزان اللي منرشه للكرامات أو الضواء والإنجيكشنز هن أكتر شي اللي بيعملوا هيدول العوارد اللي نحنا عم نحكي عنا هن الحبوب والإنجيكشنز يعني الميلي جرام بيكون أو حتى ميكرو جرام بيكون بالكريمات اللي عم يستعملوا فيهون أو منرشه كمان بتمنى أو بمنخارنا بالنسبة للكرتزان وإنعكاسه على صحية الإنسان حتى بأعمار صغيرة أوقات بيضطروا ياخدوا دواء فيه كورتزان الشخص ما بيعرف حاله أنه هالقد عم بيجوع بهيدا السبب البعض بيلجأ لقاطع للشهية أديه هون يعني منكون عم نعمل خلل بالتوازن بجسم الإنسان سح أكيد ما بدنا نحل مشكلة ويصير عنا مشكلة تانية يعني أبدا ما لازم نلجأ لقاطع الشهية لأنه لهلأ ما في قاطع للشهية عن جد هو مصرح من الاف دي اي وهو آمن بالتالي إذا نحنا عنا هيدا المشكلة عم ناخد كورتزان أول شيء أهم شيء ما نوقف الدواء لأنه في بعض الأشخاص بيشوفوا عم ببالشوا ينصحوا بقولوا بلها الكورتزان لأنه ما بدأ أنصح أكيد ما منوقف ولا مرة الدواء دي ما نستشير الطبيب فينا نحكي معه عن هيدا المشكلة اللي عم نعاني منا إن كانت زياد الوزن إن كانت الووتر ريتانشن إن كانت ضعف العدل لأنه عنده كمان الكورتزان عوارد أخرى غير إذا بدك الشورت تيرم في عنا اللونج تيرم نقلوا عوارد فينا هلأ كمان نعددها على المدى الطويل طيب ليه 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 محصور يعني الوزن الزايد بالمنطقة العلوية من الجسم عند الشباب والبنات صح عند الشباب والبنات لأنه أصلا الكورتزال بالجسم مرات منقول إنه هيدا شخص كثير بعصي بيعلم معه الكورتزال ومنقلهم إنه الكورتزال إذا كثير بيعلم الجسم بيصير في تكديس للدهون بمنطقة البطن يعني هيدا النوع من الهرمان بيشتهل على هيدا النقطة تكديس الدهون وخاصة بمنطقة البطن عنده سنستيفيتي يعني الخلايا بركب بهالمنطقة بيشتغلوا أفضل لما بيلاقوه موجود بالتالي هيدا الدواء عم بيأثر على المنطقة العلوية والإجرين كتير بيدعفوا هون لما نقول بيدعفوا يعني العدل عم بيدعف من هون مش بس منقول لوصل دايت بنقول دايت يكون كافة بالبروتيان يعني عن جد نكون عم نأمن الجيش اللحمة السمك الجبنة اللبنة لأنه عن جد نعملهم تاست بفور وافتر تنشوف قدي عندهم عدل ودهون رح تلاحظ هيدا الفرق بتشوفه لما بتعمل التاست بتشوف إنه الدهون زيد عند هيدا الشخص العدل فجأة كمان خف بتصير تقول اه ليه شو فيه بترجع بتتذكر أنا كتعم بيخد كورتزان طيب كريستيل هلأ سريعا عددت أشياء مسموحة شو الممنوع وشو المسموح لكل الأشخاص اللي بياخدوا أدوية فيها كورتزان أوكي أكيد حسب كل كيس ولكن عامة فينا نقول أنه لازم يكون دايت كتير قليل بالملح لازم يكون قليل بالسكر والأفضل يكون قليل بالكاربوهايدريت يعني كل شي نشويات سكريات مش ناكل ستة فويكة بنهار ليه تحت ما ننصح لأنه هيدا النوع من الدايت هو أكتر دايت بيساعدنا أنه نحافظ على وزننا الدايت لازم يكون كمان كيفة بالبروتين وإذا الشخص عم بياخد هذا العلاج على المدى الطويل الكورتزان بيأثر على هشاشة العزام يعني بيعطي هشاشة العزام بالتالي الشخص لازم يأمن الكالسيوم والفيتامين دي بأكله وبأثر كمان على الكوليستيرال بيعلى الكوليستيرال وبسبب السكري سو إذا بدك عندك قصص رح تحس فيها على المدى القريب وقصص على المدى البعيد كل شخص يشوف قدي صار لو عم بياخد كورتزان قدي الدوز عالي ولا لا ويزبط الدايت طبعه على هيدا الأساس يعني بتنصح باتباع رجيم معين تحت إشراف كمان أخصائيين خاصة إذا كان يعني واضح أنه في كورتزان بالدوز اللي عم بياخده يستحسن اللحمات يستحسن أكيد بالنس دايب ديما منقول أنه يكون متعدد من كل الأنواع من مشتقات البروتين والدهون والكاربوهايدريت ولكن بإذا بدك البرسانتجيز اللي يجب أن يتغير والكاربوهايدريت من جربة نخففون البروتين يكونوا مع تدليم كافيين للعضل والدهون أكيد شوية قليل لأنه بالنهاية زيادة الوزن بنشتغل على الكالوريز بالإجمال من هنا بنحكي عن الدايت ولكن بنحكي كمان عن سبار يعني سبار بيقدر يساعد هذا الشخص اللي عم بياخد كورتزان أنه مش بس يكون الدايت طبعه كتير قاسي بيقدر يمارس الرياضة تبزيط الوقت يحافظ على الويت جين تبعه وتما يعصب لأنه بالنهاية لما الشخص بيشوف حاله عم ببنيشين صاح بيصير يعصب ويفشخله بالأكل يعني كله إذا بدك فيت ببعضه ومن هنا بنشتهل مع كل شخص لوحده في شخص في يكون عنده ووتر ريتانشن شخص ويت جين في شخص بلش يحس أنه عضله عم بيضعه حتى في أشخاص الكورتزان بتسبب لون أرق فهون كمان بنعطيه النصائح تحت هالإنصامنيا تخف مثلا ما يشربوا كتير قهوة وشاي قبل ما يناموا مثلا ست ساعات قبل ما يتقلوا كتير الوجبة على العشاء لأنه رح يحسوا حاله انتقال مش هينيموا الالكول ما يميرسوا رياضة كتير قوية بالليل لأنه هيدا الشي بالعكس منشط بواعيهم صحيح 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 هيدولة كتير لازم ينشغلوا مع الأشخاص المهم نعرف شو عم ناخد ونعرف هالسايد ايفكت مش إنه نغد النظر عنه لأنه موجودين عم نشوفهم بالعيادات طبعنا وللأسف في بعض الأشخاص ما بيعرفوا إنه مرات إدوية معينة بتسبب لون فتحة الشهية اللي ياخدوا وزن زيبا عندي سؤالين سؤال شرب الماء ما حكيت عنه صح أكيد يجب نشرب كتير ماء لأنه لما بنعمل وتر ريتانشن بيصير في أشخاص بوقفوا الماء بقولوا تحت ما أعمل ريتانشن أكتر بالعكس نحن بدنا الدورة الدموية تشتغل أفضل فبنا نشرب ماء أكتر بالإضافة لتخفيف الملح هيدولة 200 تون بيساعدونا ما يصير عنا هذا التنفيخ والتوريم لا بالأنكلز ولا بالرقبة تبعيتنا ولا بجسمنا السؤال الأخير كريستال بيدروسيان اقتصاصية التغذية قلت أنه الكورتيزون بيفتح الشهية على الأكل ونأخد وزن زايد لما منوقف هذا الدواء خلصت فترة العلاج مش نحن بقرارنا دايما منقول مع استشاري الطبيب لما بتخلص هيد الفترة بينقص الوزن بيرجع الجسم يشتغل لوحده ولا لا دايما بدنا رجيم ساح هذا السؤال كتير مهم بقولوا بركي مرة دروية أعمل رجيم ولما بوقف الدواء بيرجع بروحه للأسف عند بعض الأشخاص لا مش رح يروحه لأنه إذا كان ووتر ريتانشن رح يروح ولكن إذا كانت زيادة وزن هيدول دهون تكدسوا مش نحن هيك دايما منقول خلينا نعمل بريفنشن أفضل من العلاج يعني نحن ما نعرف يعني عن جد ما فينا نعرف هيدا الشخص رح يخسر يرجع وزن ولا لا أو هيدا الشخص رح يكون عنده هيدا السايد إفاكت مش نحن هيك إذا بدك مش كل الحكمة رح يقوله لكل المرادة تبعه نتبهه على الملح وتبهه على السكر لأنه بالنهاية مش رح يعرفه مين رح ينصحه مين لا بس بالنهاية بالقليلة أفضل أنه نتجنب نتبه عداية قليل بالملح وقليل بالسكر مش رح ننقذى من هيدا الشيء بالعكس في حال كنا من الأشخاص اللي رح ننصح ولي رح نعمل ووتر ريتانشن نتجنب صور أفضل الوقاية من أنه نوعها بعدين مع عشرة كيلو زيادة خاصة إذا كانت فترة العلاج يعني محدودة هلأ إذا طويلة المدى مثل ما قلت ضروري يعني استشرارة إخصائية تغذية تحت إشراف الطبيب حسب كل المعلومات اللي بتكون بين إنديكن لترشدون على الطريق الصحيح نصيحة أخيرة كريستال نصيحة أخيرة أنه لازم يعرفوا 60% من الأشخاص لما بياخدوا كورتزان شهرين أو ثلاثة بينصحوا يعني البرسنتج كبير بالتالي ننتبه عداية طبعنا ونمارس الرياضة من غد النظر على الإدوية اللي بتأثر على الوزن طبعنا مش يعني كل يوم نحنا عم ناكلوا حق علينا لا في أسباب تانية بس نشتغل عليها نحافظ على وزننا إن شاء الله تكون هالمعلومات يعني نحنا حطيناها بتصرف المشاهدين وإن عليهم ينطبهوا على صحة أكتر وأكتر ويسألوا عن مكونات الدول اللي عم ياخدوا أهم شيء يعرفوا على شو بيحتوي شكرا إليك كريستال لابدروسيا اختصاصية التغذية أهلا وسهلا فيك بيوم جديد من إليك بوميك آند ومنعطي موعد للمشاهدين بعد الفاصل مع لقاء آخر اشتركوا في القناة